تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إجراءات حوكمة منظومة استيرات سيارات ذوي الهمم بما يسهم في وصول الدعم إلى مستحقيه بناءً على ما أتحته الدولة لهذه الشريحة في إطار تلك المنظومة خلال الاجتماع أكد مدبولي أن الدولة ستستمر في توفير تلك المزايا لهذه الشريحة وتعمل على استفادة ذوي الهمم من مختلف التيسيرات ولكن في إطار من الحرص على حوكمة هذه المنظومات كما وجه بزيادة عدد اللجان المخصصة لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة مع تحديد مهلة لمدة شهرين يتم بعدها إحالة أي مستفيد غير مستحق لهذه السيارة لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة إلى الجهات القضائية بتهمتي الإتجار بالبشر والتهرب الضريبي